لم يجهد الشقيق أو الصديق أن العراق بلد الخير وأرض النخلة وهو الذي يحتضن تاريخا من زراعة التمور وبيعها وتصديرها ولكن الأيام تتغير والمستحيلات تحدث في زمن باتت فيه الصناعات الإيرانية واستيراد العراق منها عاملا خطيرا يضرب بالمستقبل العراقيين وهذا ما يؤكده أهل الصنعة وعلى الرغم من أن الأوينة الأخيرة شهدت العديد من المفاوضات الجادة للتعاون بين بغداد ودول المنطقة إلا أن موت الصناعة المحلية يأتي بفعل الهيمنة شبه الكاملة من بعض الدول وعلى رأسها إيران أو كما يؤكد مزارعون الحديث عن أن إيران تحاول جعل العراق متنفسا اقتصاديا في حال فرضت أمريكا عقوبات إضافية عليها حديث يؤكد أصحاب القرار والصالون السياسي الباحث في تفاصيل العلاقات بين بغداد وطهران على صحته النخيل وصناعة التمور وسوقها المكتظ في العراق تشهد اليوم حالة من القتل الممنهج على يد السوق الإيرانية والأخيرة على الرغم من أن منتجاتها من التمور رديئة بحسب من اشتروه وتذوقوه إلا أنها حالة من الإجبار على التجار والذين لا يجدون أمامهم إلا بضاعة مستوردة لبيعها وفي حال استمرار هذه العاصفة الاقتصادية فإن مؤشرا خطيرا ينذر بانهيار ما تبقى من فرص الانتعاش الاقتصادي في البلاد وهو ما يدخل في إطار السيادة العراق بشكل اقتصادي وليس بشكل سياسي فقط فقط